إنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير جاءت صالحات وأن يوافق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض رب العباد ولي ذلك والقادر عليه وبعض نحن الآن مع آية كريمة من سورة غافر أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق الله ومن أصدقه من الله قيل دائما تسقط الحضارة عندما تضعف أو يضعف ارتباطها بالثقافة التي هي منها وبالتالي سقطت الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية عندما فكر ارتباط هذه الدول الثلاث بمنظومة الكتاب والسنة ومنظومة العمل الإسلامي الخلاق الواضح البين إذن هذه مسألة مهمة لأنني أريد أن أقول في البداية شتان بين مجتمع يعتبر الجريمة شذوذاً وبين مجتمع آخر يكره الفضيلة ويعتبرها شذوذاً تاني هذا كلام يعني أرجو أن يقرر في الأذهان في عندنا مجتمعين للمدخل الآية بهذا المنطق السورة الغافر لصورة عجيبة أنها يعني تسمى سورة المؤمن وتبنى على فكرة الذي يصلح بالحق وقال رجل مؤمن من آل فرعونة يكتبوا إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يكون كذباً فعليه كذب وإن يكون صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم وعدين نبههم يا قوم لكم الملك ديوم مظاهرين فمن ينصرنا من بأس الله إن جاء أنا إن أجار الله إذا جاء لا يؤخر إلى آخر ما قال هذا الرجل العجيب فهو عجيب بالنسبة للسلبيين المجتمع لكن هو إنسان إيجابي من مفرق شعره إلى أخص قضم الإنسان يصدح بالحق فاحنا عندنا مجتمعين مجتمع يعني يرى أو يعتبر الجريمة شذوذ أي أن كذب الجريمة الإذاء والتعدي والقتل وهدار الدماء وهدار الأعراض بهذا المنطق وهدار الحريات فمجتمع يرى أن الجريمة شذوذ هذا مجتمع فاضل المجتمع الآخر والعياذ الله يعتبر يكره الفضيلة ويعتبر أن الفضيلة نفسها شذوذ لماذا أقول هذا في المقدمة؟ لأن الرسل واجه هذا الأمر يعني يقول هؤلاء أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب أقول كل الآلهة المحيطة بالكعبة دي 360 صنم الموجودين حول الكعبة كلهم يختزلوا في رب واحد إن هذا لشيء عجب لما يقول هذا شيء عجيب لا وشيء نتعجب من أبدا بصيغ عجيب إن هذا لشيء عجب كل الآلهة تصيروا إلها واحدة سبحان الله فبالنسبة له اعتبر أن يعني يعتبر مؤمن أهل فرعون رجل صادح بالحق فالرسل واجه هذا العنة الفكري والنغلاق القلبي لكراهية المستحين في المجتمع وكراهية الذين يأمرون الناس المعروف وينهون عن المنكر ولذلك وقالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا شوش في ذوذي الفكري يعني هو من الواجب أنا دائما ما بعد مثل هو المشبه به هو القوي يعني أقول فلان شجاع مثل الأسد وطفل هذا جميل مثل القبر يبقى الأسد في الشجاعة هو الأصل والطفل في والقمر في الجمال هو الأصل فقال المجرمون من المشركين وقالوا إنما البيع مثل الربا يعني مش مثلا يستحع على دمه يقول إن الربا مثل البيع لا ده البيع مثل الربا فجعل قاعدة في التعامل القاعدة في التعامل هي قاعدة الربا وأن كأن البيع عندهم يعني البيع عندهم صورة من صور الربا فلكن تتخيط هذا الفكر الذي واجهه الأنبياء بس في نقطة والله إحنا كمسلمين يجب أن نفرح ليه أن هذا الدين الحق ينظر في الكتاب الذي نزل على خير البشر وخاتب الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن احتفى احتفاء عجيبا بمولد سيدنا عيسى واحتفى احتفاء مهما بمولد سيدنا موسى وهما أكبر صاحب رسالة قبل الإسلام سيدنا موسى شيخ وأنبياء ابن إسرائيل سيدنا عيسى الذي جاء من غير أب بكلمة من الله وروح منه ألقاها إلى أمنا مريم فجاءت بمعجزة عجيبة فكان سبحان الله يعني آدم من غير أب ولا أم وحواء سبحان الله جاءت من ضلع آدم يعني خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ثم جاء عيسى يعني من أم بلا أب سبحان الخالق المهم احتفى القرآن جدا يعني بمولد عيسى واحتفى بمولد موسى ولم يذكر مولده محمد صلى الله عليه وسلم وإنما ذكر مولد رسالته لأن سيدنا موسى سيدنا عيسى كانوا الأشخاص تقوم على دعائهم ودعائمهم النظريات والأفكار والفكرة نفسها فإذا هلك الشخص ضعفت معه الفكرة أما التمايز في نهاية المطار في الدعوة أن يجي النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر ولادته ولم تذكر وإنما ذكرت ولاده رسالته كان هي الأقع فكانت معجزة موسى حسية أن يلقي العصف وتصير حية يضع هذا في جيبه تخرج بيضاء سيدنا عيسى يبره الأكمهة والأبرصة بإذن الله ويحيي الموتة بإذن الله ويخلق الله من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيها فتكونوا طيرا بإذن الله بهذا المنطق أعطاه الله عز وجل لكن هذه المعجزات اندفرت بعد أن ذهر صاحبها أما النبي صلى الله عليه وسلم فمعجزاته ما كانت حسية معنى ليه معجزات حسية لكن المعجزة الأساسية هذا الكتاب الخالد القرآن الكريم ليه؟ لذلك لا يستمر مع البشر إلى آخر الزمن ولذلك أنا أهيب قبل أن أدخل في آية اليوم في موكب النور وأنا معي إخوة وأخوات كلهم فضل وخير أن يعني أريد أن أقول كارثة كثير من المسلمين وأنا أحزن عليهم أن يقفوا موقف الدفاع على الإسلام لا الإسلام ليس متهما الإسلام لا أضع أنا في خانة أو في قفص الإتام حتى أدافع أنا عن الإسلام قوي في أساسه قوي في ذاته لا علاقة له بأتباعه لو كان الإسلام يعني يعني يخوى أو يعني يتبع أتباعه لن دثر الإسلام منذ سمن و يعني صلي عليه صلاة الجنازة منذ سمن لكن الإسلام قوي في ذاته لا علاقة له بطلقا بأتباعه أتباعه للسكون الطريق أو للسكون الطريق لا العكس عظمة هذا الدين أيضا أن يعني يعني يحددها النبي صلى الله عليه وسلم في إطار بسيط جدا وبسيط لفظا لكن عميق المعنى الكلكم لآدم وآدم من ترام بس كلكم كلكم يعني لا يتفاضل إنسان بلون ولا بعرق ولا بلغة ولا بدم أزرق ولا أصفر ولا بمال ولا بمنصب كل سواسية يعني سبحان الله يعني كان أحد المرام يقول يعني أنا وليكم أو كبيركم ولكني أثقلكم حملا حتقلكم إيه حملا على قدر أهل العزب تأتل إيه العزائمه وعلى قدر الكرام تأتل مكارمه فالإنسان صاحب المسؤولية الكبيرة هو أكثرهم هما أكثرهم سبحان الله فأنا أقول أن يعني العظمة هذا الإسلام أنه في هذا الإطار كلكم لآدم وآدم من ترام والعجيب اللغة العربية يقول العربي آدمني فلان يعني وصلني فلان آدمني يعني وصلني والإدام هو ما يوصل به الخبز اللي هو الطعام يعني نسميه الغموس سبحان الله فهو الغموس هذا أي شيء يوكل جبن عسل أي شيء يوكل سبحان الله فنأقوله بالإيه بالخبز يقوله النبي صلى الله عليه وسلم نعمل إدام والخل يعني إيه الإدام يعني أنا وصله بلقمة الخبز كي يتصل إلى فم فكلمة أنه كلكم لآدم أنت كلكم مأدومين سويا يعني موصولين مع بعض نترى والحضارة تتقدم كلما التحم بنو آدم وفق منهج آدمية أو وفق منهج الإنسانية فرب العباد يقول إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوموا الأشهاد طيب كيف يعني ينصر وإحنا رأينا المشاكسين والمتعبين والمناكدين للدعوة وقال الملأ والذين استكبروا من قومه لنقرج أنك يا شعيب والذين آمنوا معك أو لتعوذون في ملاتنا قالوا أو لو كنا كرهين قالوا ولو كنا كرهين إذن الضغط على الملأ الملأ الذين استكبروا من ألف العب ماذا صنعوا سبحان الله أتذروا موسى وقاموا يفسدونه يعني خبر بيت يعني هم من تتسيبهم كده على علتهم يقولوا كلام الدين ده ويفسدوا الأمور سبحان الله إذا الملأ دائما يناكد الملأ دائما يضاد سبحان الله فكيف الله نصر رسله أولا نصرهم بالحجة البالغة الحجة كلة سبحان الله والحجة تسمى سلطانا الحجة العقلية الحجة الفكرية وبعدين سبحان الله يرسل سيدنا نوح فتسعين وخمسين سنة ربي إني مغلوب فالتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهم وفجرنا الأرض عيونه فالتقى الماء على أمر قد قدر فحملناه على ذات الواحد ودسل هذه انتهى القوم ثم جاء من بعد ذلك قوم هود سبحان الله وإلى عاد أخاهم هود كذبوا بعدين سمود جالهم سيدنا صالح جبلوهم الناقة وقال لهم شوفوا هي شرط واحد شرط واحد وتركوها تشربوا ماءكم يوما وتسقيكم كلكم بعددكم الهائد هذا لبنا من ضرعها يوما خلاص بس فيه تحذير إياكم والناقة فجابوا التسعة ترهت اللي كانوا يشدون في القرية وفي المدينة وليسلحون وجاء شقيهم هذا فعاطى فعقر فعاطى خمرا فسكرة فقم فعقر إذ انبعث أشقاها فلما انبعث هذا الأشقى وهذا الإنسان المتعب لما انبعث وشرب الخامر وسكر قتل الناقة قال تمتعه في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعده غير مكبوب وجدت دوم الصيحة وأنتهت تماما سبحان الله العظيم ثم جاء من بعدهم قوم آخرين مدين أخاهم شعيبة وعدين سبحان الله سيدنا إبراهيم من قبل كان لقومه وكذبوا وكاندوه وأرقوه في النار سمعنا فتى يذكرهم يقالوا له إبراهيم فالإجرام موجود سبحان الله فالتحريط بالقتل حتى سيدنا يوسف حقد عليه إخوته أخدوه رموه في الجب بس في نقطة النصر كيف يأتيه أخذوا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحق ابن إبراهيم ضد اختياره فأرقوه في غابة الجب سبحان الله فأخذ منهم أخاهم بن يمين بعد سنوات أكثر من ثلاثين سنة ضد اختياره لأن أخوهم الكبير ماذا قال قالوا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إذا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون ومن قبل لن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يعني يعني بعدم اختيارهم ضد اختيارهم كان أخذ يوسف منهم كما أخذ يوسف عنوة دون اختياره ودون اختيار أبيه النبي الصالح الرسول يعقوب سلالة الخير وأهل الخير فإذا نصر الله يوسف بعد ذلك يقولون له في إناية القصة أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يثق ويصبر الله يريد الله يرضى عنكم إن كان لكم عدوة مع حد أي إنسان المسلم يريد لا يعادي إلا الشيطان ومن يسكو طريق الشيطان بس هذا الذي نعاديه أما نعادي العم والخال والخالة والعمة وابن العم والجار وصحب العمل والموظف والزميل والقريب هذا 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 تضييع العمر في الهباء المنثور هباء منثورة وقدمنا إلى ما عاملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة يعني لا قيمة له هباء اللي هو الذراك اللي في الله الهوى دي سبحان الله ومنثور يعني ايه متناثرة لا تجتمح سويا لكن علاوات الحقيقية كيف أن تكون لإمليس كيف أن تكون للشيطان يعني أن تكون لمن سار على طريق الشيطان سواء من البشر الذين يعيشون معنا أو من أي طراز آخر فالذين يناكدون الدعوة ويقفون في وجه الدعوة ويقفون أمام العلماء ليؤذوهم هؤلاء هم اللي الذين يجب أن أن نقف أمامه وأن نعاديه لكن غير كده لا نعادي لا نعادي أحدا سيدنا يوسف عداه إخوته وحسدوا وحقدوا عليه لا يوسف وأخوه أحبوا إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أبونا في حب شديد ليوسف أوصله إلى درجة الضلال أنه لا يميز الحق من البعض قتلوا يوسف أو اطرحوه أرضى قتلوا يوسف أو اطرحوه أرضى يخروا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين أنا ظننت إلى عصر قريب أن هذا قلق بني إسرائيل فقط لو بناء الصلاح على القتل يعني أنا لما أقتل أكون صالح ظننت ربما لتزاجة عندي أن بني إسرائيل فقط هم اللي يقتصوا بهذه القناعة يعني المبدئ الميكافيلي اللي هو ايه الغاية بالر الوسيلة إحنا للإسلام ما عندلناش لغاية بالر الوسيلة يجب أن تكون الغاية حلالا والوسيلة إليها حلالا لا يفعش أوصل لغاية أن أولي بني وظيفة معاناة برشوة لا يفعش لا يفعش حطه في بنصب لأننا أبوه كذا أستاذ في الجامعة يبقى ابنه لازم يكون أستاذ في الجامعة مدير في المستشفى يبقى ابنه لازم يبقى الطبيب يجيلي المستشفى. ابوه اعلامي يبقى الولادة اعلامي. ابوه قاضي ابن ولازمة الاحقاب. لا نفعش كلام. المناصب مش بالوراة. لا. مش بالوراة اه. التاني لما سيدنا زكرياء يارثني ويارثه من اهل يعقوب. يارث الصلاح والتقوة. لكن احنا نورث الاماكن والكراس البعض. لا كلام مش منطقي. لا كلام مش منطقي. لا. يعني يعني سبحانه ظاهر عظيم. قالوا لما لا تولي عبدالله ابن عمر. سيد عمره بعد ما اطعنه ابو لقلق. قال كفى لآل الخطاب ان يحاسب منهم واحد عن المسلمين بين يدي الله يوم القيام. كفاية زي ما يقول الفلاحين عندنا والصعيدة. كفاية من الديست مغرفة. يعني يعني الاناء كفاية اخذنا منهم مغرفة. ما ناخدش مغرفتين. لا. كفاية كفى. كفى لآل الخطاب ان يحاسب. لكن سبحان الله العظيم. قال ابا ذرل انك رجل ضعيف. وانها في الدنيا امانة. يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وحقها عند الله عظيم. مسئولية. مسئولية. حتى بعض الصحابة قالوا والله لا الي امر اثنين حتى اموت. ليه? لانه ما منفعش. يعني مسئولية. لكن اذا رأيت ان انت على طريقة يوسف. اجعلني على خسائن الارض. اني حفيظ عليم والله ايه? ايه? طب يا ده يوسف. يوسف يوحى اليه. وزيق عمر اللي يرضى عنده لما اراد ان يعيد ابا هريرة الى توديتي امر البحرين مرة اخرى. قال لا امير المؤمن اعفيني. قال انا ابن امت. اذا حدث مني كذا او كذا. جلد ظهري. وسب عرضي. والله لألي امر مسلمين اثنين. الى ان اخرجوا من هذه الحياة. كانوا يهربون من المسئولية. او يعني من مسئولية ايه? ان يكون رأسا. ان الرأس كثير الصداع. الله مش صداع رؤوسنا يا رب العالمين. وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم. انه بما يعملون خبير. اذا الله عز وجل نصر رسوله. ان لننصر رسولنا والذين امنوا في الحياة الدنيا. اذا في نصر. يعني المثال الواضح امامنا. سيدنا يوسف. ما الذي حدث? اخذه اخوته. القوفي قاع الجب. تمسك الصبي الصغير بحافة الجب خير يسقط. كانوا يضربونه على يديه. حتى يترك حافة الجب ويسقط. في ثلاث نقاط. النقطة الاولى في هذه اللحظة. كف جبريل كانت تحت اقدامه. الامر الثاني. ووحينا اليه لا تنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. عارفين متى انبأهم? بعد اربعين سنة. انت لهم استعجل الاحداث. انت لماذا تريد ان تسير الدنيا وفق منهجك انت? لو صارت الدنيا وفق منهجك انت لفسد السماوات والارض. كسير الدنيا وفق منهج ان ابراهيم لا يذبح ولده? وفق منهج ان ان يتركه وامه في في قاع بلقع. يعني ده انيسة ولا جنيس ولا جريس. وادي غير ديزار عند بيت الله المحرم. محان الله. كسير الدنيا وفق ان الرسول لا يهجر من مكة الى المدينة بعد ان اذى المشركون رسول الله شخصيا صلى الله عليه وسلم وقومه واقاربه واهله واصحابه. يعني لكن حدثت الهجرة. حدثت الهجرة. اه لماذا ليقيم دولة? بعد ما فتح مكة ظننا انه سوف يمكث. سبحان الله. اذا كان قلت كنت اظن ان 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 يعني ترتيب الصلاح على ان اقتل كان عرف اه يهودي او اسرائيلي فقط. لا. تطلع عني كثير من الذين يدعون الاسدان. يبنون سبحان الله صروحهم على متى هذه الامور. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلوا لكم وانشه ابيكم وتكونوا من بعده قوم صلبين. اربعة محاهم. اقتلوا يوسف. الاول. او تخفيف اطرحوه ارضا. يعني انفوه يعني. محان الله. يحصل ايه? يخلوا لكم واجه ابيكم. اذا انتم تتفردوا بالايه? بالثروة الابوية. او الثروة القلبية العاطسية لعند الاب. والاخرين يبحثون عن ثروات اخرى. مادية. وتكونوا من بعده قوما صالحين. كيف يعني الصلاح? لان انا اقتل يوسف. كيف يعني? ازاي? ازاي اقتلوا بعدين. لصلاحة ازاي يعني? والمن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. دي القرآن عجيب في هذه الآية. من قتل نفسا. فكأنما قتل الناس يعني انا قتلت واحد. وانا قتلت سبع مليار. قالوا ايوه. وقتل الانسانية في هذا الشخص. قتل الانسانية في هذا الشخص. فلما قتل في الانسانية. لو استطاع ان يقتل السبعة مليارات الباقية لقتله. ومن احياها? فكأنما احيا الناس جميعا. سبحان الله. تحييها ايه? يعني نفس تحييها خير من امارة تحصيها. نفس تحييها يعني ايه? تحيي نفسك بالتقوى والذكر والصلاح والاستقامة. وعدم الهجوم على الغير. وبعدين والتوبة الى الله عز وجل. فسبحان الله يعني يعني اللي كان ابو حنيفة ماشي. واتكأ على جداري. اتعثر في قدمه. اتكأ على جداري جيراني. وجاره ده كان يهودي. فبعدما صلى الفجر ورجع طرق الباب عليه. خرج اليهودي. قال له اتكأت على جدار بيتك بدون اذنك. فاتمنى ان تعفو عني. الرجل لاحظ الاخلاق. واراد ان يبيع هذا البيت بعد ذلك. وقال البيت ده بمتين دينار. قالوا ليه عام ما البيت لجابه بمية. قال لا. مائة ثمن الدار. ومائة ثمن جواري ابي حنيفة. انا بيعلك الجوار. الجوار ده مهم. الجار قبل الدار. والرفيق قبل الطريق. ثم ليه? والفهم قبل التطبيق. لازم افهم ما اطبق انا مش فاهم. لا. وبعدين شوف. ايوقات اظنه. ان ان يعني كده الناس هتنتهي فجأة كده تستشرفيها الاخلاق. ولا. يعني سيدنا موسى طلب من الله. يا رب كف ارسنة الخلق عني. قال يا كريمي. يعني سبحان الله. انا اخلقهم. وارزقهم. ويسبونني في الليل والنهار. يقول ما فيش رب. واللي طلع له توجه. واللي طلع له عيد. واللي طلع له. سبحان الله لا اله الا انت سبحان. والنا استخدر النعمة. وتنسي المنعم. لكن انا اريد ان اقول ان ان الرسل الذين نصرهم رب العباد. نصرهم ايضا بخلقهم القوين. ليه? لان ملء السنابل تنحني بتواضع. والفارغات رؤوسهن شوامخه. السنبولة المليئة بالقمح. الفلاح يفهم الكلام ده عندينا. السنبولة اللي بتكون مليئة بحبات القمح. تبقى منحنية. تواضع. لنما اللي انا بالخير. السنبولة الفارغة اللي نفهاش حب. سبحان الله. متطلعة الى اعلى. فلما تجد انسان بيستشرف الى الى اعلى. وهو فارغ من جوه. فاعلم ان البعيد اهبل. مش فاهل. عمد التواضع يعني. من تواضع لله رفع. من تواضع لله رفع. كن كنجم لاح لناظر في طبقات الماء. وهو رفيعه. كن كنجم لاح لناظر. يعني انا انظر في البحر كده او النهر. لغي النجم في قعر محيط. كن كنجم لاح لناظر في طبقات الماء وهو رفيعه. ولا تكتك الدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيعه. الدخان لما يطلع من النار تحفوق. يقول لا سلام ده مش عالي. ده هو وضيعه اصلا. والقمر الذي والهلال الذي والنجم الذي تواضع ظهر في 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 قاع سبحان الله العظيم. فدي قضية مهمة. وبعدين في نقطة اخرى. يعني العلماء الاجتماع يقولوا كانوا يعلمونهم واحنا صغار يقول ايه? لا تطلقوا الرصاصات على عصافير السعادة. قال الناس تسعد. الناس سعيد هو سعيد بابنه. ليه تؤثر عليه وتحزينه في ولده? هو سعيد بماله. ليه تحصله? هو سعيد بزوجته الصالحة. ليه تعمل بينهم فتنة? هو سعيد بالكرسين ليه سي وفق اليك. ليه انت تقل? يا سبحان الله. اهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ربنا هو لقسم. سبحان الله. فالانسان يعز يعني سبحان الله يعني شوف. لو ان كل واحد فينا هيرد تهم عنه. هنعيش طول الحياة نرد تهما. ولن نستطيع. لو ان كل كلب عوى القمته حجرا. لاصبح الصخر متقالا بالنان. لو ان كل كلب فتلقينه بحجر. سبحان الله يا الله اكبر. ولذلك ولذلك الله يرضى عنك. يعني لما لما قلت من قبل ادعو الله بألسنة لم تعص الله بها. هو في الألسنة. لم نعص الله بها. ايوة. ألسنة اخواننا الصالحين. لما يدعونا بالخير. احنا معصناش الله بلسان فلان ولسان فلان. لكن بلسان فلان ولسان فلان. لما يدعو لنا ان شاء الله مستجابة باذن الله. انا لننصر رسولنا. مش رسولنا بس الله. والذين امنوا. لانهم ايه بيرفعوا حق الرسالة. يرفع عالم الرسالة. يرفع عالم الحق. سبحان الله. يعني 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 اناس طائمون على الحق. لا يضر لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. انت انت ماشي في الطريق ولا همة. يعني سير في الطريق. وان لمحت قلة السائرين. ده نفس ماشيين على الحق. قلة. وما ده. وله القلة دولك عمر الكثرة ما كانت خير. وقليل من عبادة الشكور. وقليل ما هم. فشربوا منه الا قليل منهم. التاني. ولا تجد اكثرهم شاكرين. اكثرهم لا يعلمون. اكثرهم فاسقون. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله. يبال الكثرة دي ما لهاش اي ولا. ولا تجد بالك. الكثرة في الباطل كالطبول الفارغة. لا قيمة له. قرطع. يعني اسمع يعني جعجعة ولا ارى طحنا. كما قال العربي. اسمع جعجعة. انا سمع صوت. زي الناس ايه. يدروا يجتموا بعض من بعيد لبعيد. فسبحان الله. وفي ناس تخلص المسألة في لحظة. يعني مثل عامي. عندنا في الصعيد يقول ايه. ضربة بالمرزبة. والعشرة بالشكوش. المرزبة دي مطرقة ضخمة جدا. وازنها يجي خمسين كيلو كده. يخبط بها خطة واحدة تخلص الموضوع. حرام. ولا يدقدك بالشكوش ويصدع الناس. ان لننصر رسولنا والذين امنوا. الله. يا فرحة المؤمن عندما ينصره رب العباد. متى يا رب تنصره? قال في الحياة الدنيا. شوف. انت تراه مهزوما. تراه مضيقا عليه. يا جنوة في نفسه. منتال حرية. ليه? لانه لا يعبد ادى الله. عنده عقيدة. عنده يقين. عنده الامل بازخ. عنده الامل واضح. عنده عنده نور الله في قلبي. ماشي في موكب النور. يا رفيقي نحن من نور الى نور مضينا. ومع النجم ذهبنا ومع الفجر اتينا. اينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل اين? ان نور الله في قلبي. وهذا ما اراه. جدا من نصر الله للمؤمن والذين في الحياة الدنيا. طب مدام نصرهم في الحياة الدنيا. كمان في نصر كمان اولا يوم يقوموا الاشهاد. مين الاشهاد دون? قال ده كلنا هنشهد على بعض. الكل الرسل يشهدون والملائكة تشهد. وخير الشاهدين من قبل ومعه هو الله رب العالمين. لتكون وشهداء وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناه. ويكون الرسول عليكم شهيدة. سبحان الله. ونشهد على الامم التي لم نرها. كيف? بما قرأناه من القرآن فرأيناه حقيقة. حقائق الامور سبحان الله. ففا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والله الذي لا اله لهم. ان المنحرفة لا يحسد المستقيم. سبحانه وتخير? او اعتفا او اعتفا او افكر انه لا بالعكس. لا يحسد المستقيم. ولذلك سبحان الله كل المصائب يؤجر عليها من الله. الا الحسن. تبقى مصيبة ولا يؤجر عليها? اي مصيبة? مصيبة في مالي? في عرضي? في صحتي? في عيالي? في من احب? كل ده مأجور عليه. الا مصيبة الحسن. هي مصيبة نفسها. لا لا اجر عليها. فهو سبحانه انك لما تسير على طريق الله. انت يعني سبحان الله ينظر اليك نظرة. لا. يوه تحسد. وكل النعم تحسد. وكل ذي النعمات المحسود. ولا تخذف الا الشجرة المثمرة. سبحان الله. العبد من هنا. يعني يعني وهو يقرأ كتاب الله. فعنده يقين. يوم لا ينفع الظالمون معذرتهم. ولهم اللعنة ولهم سوء الظالم. كلام خطير في سورة دي غابر. الظالم لما يأتي يوم القيامة. غيرش يوم لا ينفع الكافرين معذرتهم. لا. الظالمين. الظالم ده وصل الى حد الطغيان. وما قال الله لكريمه اذهب الى فرعون انه كفر. لا. قال اذهب الى فرعون انه طغى. طغى. فصار ظالما. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. يا رب العباس. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. يجي اعتذر. والله انا كنت عبد المأمور. والله هم قالوا لي كده. لا يعمل كده عملتك. سبحان الله. لا. لا. يوم لا ينفع. لا ينفع. في قراءة. يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم. لانه مؤنث. مؤنث. معذرة مؤنث. يجي اعتذر. سبحان الله. وبعدين ايه? ولهم اللعنة. مش عليهم. لا. عليهم اللي تطبق عليهم. لكن ولهم يعني ايه? يعني كأن انا يقول ايه? لما ربنا وصف المؤمنين. لهم البشرة في الحياة الدنيا. لهم البشرة. يعني ايه لهم? ملك لهم. يملك البشرة. الله. يملكوا ايه? الشيء المبشر. لهم البشرة. ربنا يبشرهم. سبحان الله العظيم كرم الله. رب العباد سبحانه وتعالى يقول لهم اللعنة. يعني ايه? اليوم ما لا ينفع الظالمين مع جرتهم. ولهم اللعنة. يعني هيأخذوها معهم. كأنها ايه? يعني لك هذا المال. لك هذا البيت. لك هذه السيارة. يا ولدي لك هذه الساعة. يبقى لك يبقى ملكك. هنا يملكون ماذا? يملكون اللعنة. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يريد حتى يعني ايه? مطرود من رحمة الله. الا لعنة الله على الظالمين. يا الله. سبحان الله. بس في نقطة. لا تلعن الا ما لعنه الله ورسوله. الوقت تلعن حد. ديه? اللعنت انسانا او حيوانا او شيئا. الاسف الغربيين. كل حاجة عندهم اللعنة. اي حاجة? وله السيارة ملعونا وقتنا. وله هذا مدار بالعالمين بيتنا لعون. مش عارف الكلب اللعين. وله كلمة اللعنة دي عندهم على ارسنتهم. زي ذكر الله على ارسنت المؤمنين. لكن احنا لا. لا يلعن مؤمن شيئا. ليه? فاذا لعنت والعاذب الله شيئا. او غير لعن شيء. تصعد اللعنة فتغلق في وجهها ابواب السماء. ثم تنزل. تبحث عما اللعن. فان وجد انه اهل للعنة نزلت عليه. وان تكون اهلا للعنة عادت على من اللعنة. يا الله. عارفين اللعنة يعني ايه? اعترض بالرحمة الله. يصير خلاص مصيره مصير ابليس. مصيره مصير ابليس. ان لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا. ويوم يقوموا الاشهات يوم لا ينفع الظالمين معدرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. سوء الدار دي ايه? اقول لو ان قطرة من غسلين او غساق. التي نزلت في كتاب الله عز وجل. نزلت في الدنيا لمات الناس كلهم من نتن رائحتها. يا سطار يا رب. يتخيل هو يوم القيامة له لعنة وبعدين ايه? وبعدين ولهم سوء الدار. سبحان الله. يعني لو وجدوا نارا من نيران الدنيا لا استراحوا فيها وناموا. نيران الدوق العياذ بالله يا رب العالمين لا يسأل الله السلامة. يعني الحيات والعقارب والعذاب الذي ينتظروا ليه? انهم في الدنيا ما اراحوا احدا. هؤلاء الظالمون ما اراحوا احدا. اغررتهم الحياة الدنيا. وغرهم بالله الغروة. وظنوا ان الدنيا تدن بهذا الشكل. لكن لا. رب العباد سبحانه وتعالى. يعني يعني جعل المؤمنين امرا اخر. انا لننصر رسولنا والذين امنوا. من ضمن اصل المؤمنين ايضا من الله عز وجل. ان يثبته على الحق. ان يثبت على ايه? على الحق. ولا يصير امعه. لان الامعات في المجتمع كثر. قول الله ان احسن الناس وان احسن. لا لا بالعكس. كاصحاب السفينة. نفس القضية. ان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. وان تركوهم هلكوا هلكوا جميعا. الاخذ في حقوق الله. والواقع فيها. الانسان اللي مش عايز يحق الحق ولا يكتر الباطل. يقول يا عم انا مالي. الله. هو الدنيا وانا لا صلح الكون. لا. انت لو قالها سيدنا ابراهيم لما صلح الحاة. لو قال سيدنا موسى لما وصلت الرسالة. لو قال سيدنا عيسى لما اهتدى بعضه من بني اسرائيل. لو قال سيدنا محمد لما تممت الرسالة. اليوم اكمنت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلامة. دينا. هل ولا تقطرنه على الحق اطرى. ولا تقصرنه على الحق قصرى. يعني مش بالله. هي كده الحق عايز مغالبة. عايز ايه? مغالبة. سبحان الله العظيم. يعني يعني بل نقلبه بالحق على الباطل فيدمغه. فاذا هو زهق. الله اكبر. يزهق يعني ايه? البطل ينتهي. ان شمعة واحدة تضيء كل هذه القاعة. وانت لا داعي كما يقول الفيلسوف القديم لا تلعن الظلام ولكن اوكد شمعة. بس. قول كلمة طيبة. ها? انصح نصيحة طيبة. قول كلمة خير. سبحان الله بصمة في الله سبحان الله العظيم. لا تسود صحائفك بالسلبية. السلبية لا تخلق انسانا ولا قائدا ناجحا. وانما سبحان الله تلد اصفار. وتلد وتتمخض عن عن للأسف الشديد. عن عن اصفار تنضم الى اصفار. والمؤمن ليس صفرا في الكون. لا. ده المسلم ده يعني سبحان الله العظيم. الشافعي بكل عز وليه. امطري سماء سرنديب. دي سيلان سريلانكا اليوم. انطري سماء سرنديب. وفيضي جبال تكرور تبرى. انا ان عشت لست عدم قوتا. واذا مت لست عدم قبرا. همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. الله اكبر. في موضع اخر ماذا يقول الشافعي? يقول علي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها اكثر. الفلس ايه? اكثر سبحان الله. ولكن بداخلها نفس لو وزنت بها نفوس الورى جميعا لكانت اعزة واكبرة. الله اكبر. شو العزة. عن طار العبسي. عن طار الجاهلي. يقول ايه? لا تسكني ماء الحياة بذلة بل فاسكني بالعز كأس الحمضاني. يا الله. هو عايز يكون عزيز. ويشرب كأس سبحان الله الحمضان. لكن ما تدعين? لا تسكني ماء الحياة اللي بتستبقيه في الحياة. بس اوانا ذليل. لا. لا تسكني ماء الحياة بذلة بل فاسكني بالعز كأس الحمضاني. البيت الثاني وان كان عن طار عشان جاهلي. وانا ما يعني سبحان الله اوافقه على هذا الكلام. لكن يعني هو من باب الببالغة الشعرية. يقول لا تسكني ماء الحياة بذلة بل فاسكني بالعز كأس الحمضاني. ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز. اعظم منزلي. هذا كلام رجل جاهلي. لكن المهم يتكلم عن الايه? عن العزة. اللهم اعزنا بطاعتك. ولا تذلنا بمعصيتك. واختم لنا منك بخاتمة للسعادة الاجمعين. وانصر الاسلامة وعز المسلمين. ووفقنا الى ما تحب وترضى. واختم لنا بالباقيات الصالحات يا رب العالمين. احبة بالله. لا تنسوا من صالحة دعاكم. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.